مالك حمد بن عيسى الخليفة ثانيا منطقة المحرق ثالثا المنطقة الشمالية رابعا المنطقة الجنوبية ويتحدد نطاق كل منطقة انتخابية بحدود المحافظة التي تقع فيها المادة الثانية تقسم كل منطقة انتخابية إلى دوائر انتخابية على النحو الآتي أولا منطقة العاصمة عشر دوائر ثانيا منطقة المحرق ثمان دوائر ثالثا المنطقة الشمالية 12 دائرة رابعا المنطقة الجنوبية 10 دوائر ويتحدد نطاق كل دائرة انتخابية على النحو المبين بالجداول المرافقة لهذا المرسوم المادة الثالثة يكون لكل دائرة انتخابية لجنة فرعية لمباشرة عمليتي الاقتراع والفرز وعدد 15 لجنة عامة للاقتراع والفرز على مستوى المملكة لمن يرغب من الناخبين المقيدة أسماؤهم في أحد جداول الانتخاب في المملكة في التصويت أمامها الانتخاب أي من المرشحين المقيدين في دائرته ويصدر قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بتشكيل لجان المشاري إليها في الفقرة السابقة وتحديد مقارها والإجراءات التي تتبع للانتخابات أمامها المادة الرابعة يلغى المرسوم رقم 71 لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها ولجان الفرعية لانتخابات مجلس النواب كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها 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 تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها